الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلق أمالاً كبيرة على ولاية ثانية من خلال فرصة تلوح في الأفق بعقد جلسة للكونغريس من أجل التصديق على نتائج الانتخابات المقرر في السادس من كانون الثاني المقبل وتلك هي الفرصة الوحيدة التي يسعى ترامب لاستغلالها من أجل البقاء في السلطة موقع ذهيل رجح أن يلجأ ترامب وحلفائه إلى جلسة البرلمان والتي سيرأسها نائبه مايك بينس بصفته رئيس مجلس الشيوخ وسينظر في أي اعتراضات على نتائج التصويت لكنه يحتاج إلى دعم من عضوين من مجلسين نواب والشيوخ للنظر فيها من أجل ذلك يسعى بنس ورفاقه الجمهوريون إلى قانون عمره أكثر من مئة عام من أجل المماطلة وكسر تعادل الأصوات وهو قانون العد الانتخابي والذي لم يستخدم قبل ذلك بشكل كامل ويحاول بنس بصفته نائبا لترامب استغلال تلك القواعد لمساعدة الحزب الجمهوري في تأخير أي قرار حتى الثامن عشر من كانون الثاني المقبل على الأقل وجدير بالذكر أن خط الخلافة الرئاسية في الولايات المتحدة مصمم لضمان عدم وجود فراغ رئاسي إذ يحدد من سيصبح رئيسا للبلاد بناء على حالة عجز أو وفا أو استقالة أو إقالة الرئيس الحلي أو المنتخب من منصبه وهكذا يرفض ترامب الإقرار بهزيمته وينتظر فرصته بالظفر في البقاء ولاية أخرى فيما ينتظر جو بايدن الرئيس المنتخب وكمالا هاريس نائبته أداء اليمين الدستورية ليصبح رسميا رئيس ونائبة رئيس الولايات المتحدة في العشرين من كانون الثاني المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وإصبح دونالد ترامب رئيسا سابقا للولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر